موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على خاتم الأنبياء و المرسلين حبيب إله العالمين أب القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أحبتي و رحمة الله و بركاته و علم الله أجورنا و أجوركم استشهاد إمامنا تاسع الأئمة أبي جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أسأله تعالى أن يجعلنا و إياكم من زواره و من خدامه و الفائزين بشفاعته يوم يقوم الحساب بحقه عند الله و ببركتي و ثواب الصلاة على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا في زمرتهم و ارحمنا بهم يا كريم ورد عن إمامنا الجواد عليه الصلاة و السلام أنه قال الفرج بعد المأمون بثلاثين شهر طبعا إمامنا الجواد عليه الصلاة و السلام عاصر حاكمين من حكام بن العباس أولهما عبد الله المأمون و الثاني هو المعتصم العباسي عليهما لعائن الله و هناك قضية مهمة أحبتي نحن في الحلقة السابقة ذكرنا قضية علم الإمام سلام الله أو قضية علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا هذه القضية وأيضا في هذه الحلقة نشير إلى مسألة وهي أيضا تخص علم الإمام و معرفة حقه ولكن الجحود والانحراف عن هذا الحق جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم حتى الظلم والذين كانوا قبل الإمام من أئمة سلام الله عليهم كان يرجع إليهم هؤلاء الظلم في أمور حياتهم حينما تعظل عليهم مشكلة يرجع و حتى أيضا بعد الإمام الجواد كان يرجع حكام بن العباس إلى أئمتنا سلام الله عليهم في حال وجود المشاكل لكن هذه القضية التي أحببت أن أذكرها و إلهمت خلية في هذه الحلقة الثالثة و الأخيرة من سيرة حياة الإمام و أعتذر من سيدي و مولاي و إمامي عن هذا القصور و التقصير مني في حقي و إلا لا يمكن أن نتناول نحن الآن أمام حديقة غناء ملأة بالورود نحار من أي وردة نقطف و من أي عبير نشم فالإمام سلام الله علي نحن الآن نأخذ شيئا قليلا من سيرة حياتي و ما نستفيد من هذه السيرة هذه القضية أحبتي اللي إلهمت خلية في استشهاد الإمام لأنها هي حق مخصصة في كيفية استشهاد الإمام و أسباب قتله سلام الله علي طبعا هذه إلهم مقدمات أيها الأحبة من جملة المقدمات هو قيام المأمون العباسي بتزويج ابنته أم الفضل عليها دعائن الله إلى الإمام الجوات صلوات الله وسلامه عليه ولعل كان هذا الزواج جبرا قد واحد يسأل أنه كيف يمكن أنه هذه المرأة تزوجها الإمام وتقولون أن الإمام يعلم الغيب كيف تزوج إمرأة ستقوم بقتله كما تزوج جده الإمام الحسن من جعد منت الأشعة وهي التي دست له السم طبعا هذا الكلام يحتاج إلى حلقة خاصة لبيان هذا الأمر وساعة كاملة لبيان هذا الأمر لكن أختصره بنصف دقيقة أو دقيقة أولا أئمتنا سلام الله عليهم يعملون بالظاهر في ظواهر الأمور لا يعملون ببواطن بالغيبيات لأنهم إذا قاموا بالعمل بالغيبيات سوف يؤلهون يعني يعطوهم مقام الألوهية وهم الذين ورد عنهم هذا الحديث نزهونا عن الربوبية وقلوا فينا ما شئت بس لا تقولون ذلك أرباب وقلوا نحيي الموت نفعل ما نفعل ولكن كل شيء يقولوا ونزهونا عن الربوبية هذا الأمر أولا أقول ولعله أن ألمى من العباسي قد زوج ابنته جبراً للإمام الجواد صلوات الله وسلامه باعتبار أنه يريد أن يناسب رسول الله يكون حمواً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما كان الاعتياد عند أهلنا في الجنوب والوسط أنهم يزوجون بناتهم إلى السادة حتى يكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه أو أنساب لرسول الله إذن الزوجة أقرب ما تكون إلى الرجل وتعرف أسراره وهي في داخل بيته فأقرب شخصية إلى الزوج هي الزوجة لذلك أرادها أن تكون عيناً له على الإمام الجواد خوفاً إذن هذا التقديم الأول ذهب المأمون إلى جهنم وبئس المصير رحل عن هذه الدنيا سنة مائتين وثمان وعشر من الهجرة النبوية الشريفة فجاء أخوه المعتصم العباسي وكان جاهلاً كان زميشاً وكان ظالماً كأخيه وكأسلافه من حكام بن العباس وكان الإمام قد أحضر وهي خطة أيضاً خطة أخرى أن يحضر المعصوم من مدينة جده صلى الله عليه وآله إلى مركز الخلافة إلى مركز الحكم إلى العاصمة خوفاً من أن يلتف الناس حوله باعتبار أن الناس يعيشون حالة من الظلم فيلتفون حول المنقذ حول المخلص كما نحن الآن نعيش حالة من التعسف والظلم في حياتنا في كل أرجاء المعمورة لتطلع إلى مجيء المنقذ والمخلص إذن كان الإمام قد أحضر بأبي وأمي إلى بغداد طبعاً كان يحضر أيضاً جبراً إلى مجلس المعتصم كالمعتاد مو أن الإمام يذهب إنما يطلب منه أن يحضر وإلا لا يمكن وحديث موجود أنهم إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعمل علماء ونعمل أمراء فلابد أن يكون الأمراء على أبواب العلماء للعلماء على أبواب الأمراء لكن هنا كان الإمام يحضر جبراً أو يدعى ففي مجلس من المجالس وهذا أيضاً الارتباط في الحلقة السابقة في علم الإمام وكيف أن هؤلاء علومهم سطحية جاء بسارق قد سرق فطلب المعتصم من العلماء الحاضرين أن يقام عليه الحد لكن من أين يقام هنا هذه القضية المهمة أنه الجزئيات كيف تطبق الله تعالى قال السارق والسارق فاقطعوا أيديهما نحن عندنا مفهوم اليد أو مفردة اليد الأصابع يد هنا من المعصم يد من المرفق يد وإلى الكتف يد كلها يد من أين تقطع يعني حتى لا نقع أمام محذور أولا نطبق الحكم الشرعي نطبق أمر الله وهذا الأمر الحدود يعني حد الله يجب أن يطبق لكن هذا الحد لا يتعارض لا يتعارض مع أمر آخر يعني الآن لو ضرب شخص شخصا آخر على وجهه وأفقد سمعه نحن إذا نات اثنين فإذا انفقدت انفقد السمع من إحدهما دية النصف يعني نصف دية الكاملة إذا كان رجل أو امرأة طيب هل يمكن أن إذا أريد أقتص أجي لازم شنو أيضا أضربه على أذنه لكن ممكن أنا من ضربتي هذه أن أقتله يعني تأتي ضربة قوية تحدث رجة في الدماغ مثلا شخص ملاكم يعني يده قوية فيضرب مثلا ذاك ضربة على إذنه أفقد سمعه هذا إيده ثقيلة يضربه ضربة مثلا ممكن أن يفقده حياته فهنا نلجأ إلى الدية يعني لا يكون الحد يتعارض ممكن مع أمر آخر هنا الآن حينما يأمر أو أمر المعتصم بقطع اليد من أين تقطع قسم قال من المعصم جاب دليل التيمم آية التيمم قسم قال من المرفق جاب آية الوضوء ياليذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أيديكم يقول اليد إلى المرافق إذن كل هاي شنو تعتبر يد طبعا المعتصم يدري القضية وين الحق وين والجواب وين التفت إلى الإمام سلام الله ما تقول يا أبا جعفر الإمام طلب أن يحفي من الإجابة يدري توابع هذا الأمر شنو قال لا لابد من الإجابة فقال الإمام لقد أخطأ السنة إذا ألان من تقطع إيدا مننا وهذا ألان أذنب ذنب وأراد أن يتوب الله يقبل التوبة لو ما يقبل الله يقبل التوبة إذا أراد أن يتوب ويريد أن يصلي وأنت قد قطعت هذا المسجد وإن المساجد لله مساجد عندنا الجبهة والراحتان والركبتان والإبهامان إبهاماء الرجلين إذا قطعت إيدا مننا كيف يصلي على أي شيء نصلي كيف يضع يده على الأرض قال إذا من أين تقطع قال تقطع من أصل الأصابع وجاء بالآية والذين يكتبون الكتابة بأيديهم المرء بيش يلزم القلم بالأصابع فهاي تعتبر يد فمشه المعتصم يعني أمر أن تقطع يد السارق من أصل الأصابع انتهت القضية جاءه ابن أبي داود أو ابن أبي دؤاد عليه لعائن الله قال لي يا أمير كيف أنت تجعل فتوى ابن الرضع على فتاوانا كيف تفضل هذه الفتوى وتمضي هذه الفتوى على فتاوانا هذا الأمر مشكل الآن هو مقاما رفيع بين الناس وأنت الآن جئت وزدت مقامه بين الناس كيف يكون هذا الأمر مشكل أمضيت فتوى ابن الرضع على فتاوانا فقال لي جزاك الله خير كأنما نبه هذا لعدهم أنه شنو مو المهم إقامة الحدود الصحيحة أنه كيف يمكن أن يرتفع شأن الإمام الجواد بين الناس مثل ما هو مرفوع شأن فتآمر المأمون مع أخيه جعفر وزوجة الإمام يعني أخت المعتصم الأم الفضل بنت المأمون اللي هي صربت أخو المعتصم أم الفضل بنت المأمون اللي هي زوجة الإمام الجواد مع أخيها جعفر بن المأمون ودست السم إلى إمامنا بأبي وأمي وكان الإمام صلى الله عليه وسلم عليه صائما وتعرفون أن الصوم يؤدي إلى العطش فضلا عن أن السم أيضا يؤدي إلى العطش قال لها سقيتين السم الآن إسقين الماء خرجت من داره وأغلقت الأبواب ومنعوا الناس من الوصول من شيعة الإمام أن يصلوا إلى داره بقي بأبي وأمي يجود بنفسه ثلاثة أيام وكان على سطح الدار حتى اجتمع الناس كانت تخرج رائحة أسكى من المسك اجتمع الناس على بابه كانت أن تقوم الثورة خاف اللعين المعتصم من قيام الثورة فأذن لهم بالدخول دخلوا على إمامنا وهم في حالة ثورة وهيجان وبكاء ولطم ونحيب وقاموا بتجهيز الإمام وتشيعه لكن الواقع الذي قام بتجهيزه بتغسيله وتكفينه ودفنه هو ولده الإمام الهادي علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وهناك رواية أحبتي مؤلمة أن اللعناء أعداء الإمام قاموا برمي جسده الطاهر من أعلى السطح إلى صحن الدار فأقول له سيدي أشبهت جدك الحسين بجملة من الأمور أن جدك الحسين أو أنت بقيت أو قتلت عطشانا كجدك أبي عبد الله وبقيت ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفا كجدك أبي عبد الله الحسين وكسرت أضاعك كجدك الحسين لكن ب اسلوب آخر وبطريقة أخرى فسلام عليك سيدي يوم ولد وسلام عليك يوم استشهد وسلام عليك يوم تبعث حيا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر